السلام عليكم ورحمة الله مشابعين الكرام كيف حالكم وحال طيوركم نتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة غيار الريش عند طائر الكناري موضوع اليوم إن شاء الله سأشارك معكم أنواع الخضر التي أقدمها للطيور في مرحلة غيار الريش وبما أن مرحلة غيار الريش تأتي في فصل الصيف وبالتالي الطيور تحتاج إلى أغذية غنية بالمياه لكي تقيها من حدود أي جفاف مفاجئ لأعضائها إذن ندخل في الموضوع مباشرة ونبدأ بذكر الأنواع النوع الأول هو الخيار الذي يحتوي على أليف نباتيق ويساعد جسم الطائر على امتصاص كالسيوم والأهم من كل هذا أنه يحتوي على نسبة مياه عالية طرق تقديمه هي كالتالي أولا نقوم بغسل حبة الخيار جيدا ثم نزيل جوانبها بهذه الطريقة بعدها نقطع الحبة إلى قطع صغيرة على شكل دوائر ونقدم لكل طائر قطع أو نقطعها على الطول كما تشاهدون في الفيديو ونعلقها في القفص باستعمال اللاقط أو هذه الأدات التي تبع عند محل بيع مستزمة الطيور النوع التاني هو الجزر هذا النوع من الخضر يتم تقديمه على مدار السنة وخصوصا في مرحلة غيار الريش لأنه يحتوي على مادة الكاروتين التي تعطي السبغة البرتقالية في ريش الطيور يعني الطيور التي تحمل جينات وراتية خاصة باللون وتحتاج إلى السبغة فالجزر يساعده على اكتساب اللون المطلوب بخصوص طريقة تقديم نأخذ حبة الجزر نقوم بغسلها جيدا ثم نوزيل جزء العلوي والسفلي بعد ذلك نضعها في الخلاط كهربائي لكي نحصل على أزاء صغيرة تستطيع طيور أكلها أو نقوم بتبشير أو حق الجزر المهم أن يكون الجزر عبارة عن أزاء صغيرة النوع التالت هو الخص هذا النوع معروف بين أوساط مربون ويتم تقديمه بكترق خصوصا في فصل الصيف لأنه يحشو على ألياف نباشية عديدة ونسبة ماء كبيرة بخصوص طريقة تقديم هناك العديد من الطرق سأضع لكم صورة لكل طريقة لكي تفهموا جيدا الطريقة الأولى هي وضع ورق أشخاص في المعلف المخصص للطعام الطريقة التالية هي إزالة المعلف ووضع ورق أشخاص في باب المأكلية كما تشاهدون في الفيديو الطريقة التالية هي وضع ورقة خاص في الأدواج التي تستعمل لتقديم مواد تعشيش كما هو موضح في الفيديو النوع الرابع هو الفلفل الحلو بكل ألوانه الأصفر الأحمر والأخضر فهذا النوع من الخضر يقضي على البكتيريا والجاراتيم ويطهر أمعاء الطائر بالإضافة إلى أنه مضاد حيوي طبيعي طريقة التقديم هي أخذ حبة من الفلفل وإزالة هذا الجزء بعد ذلك نقطعها إلى أزاء صغيرة على الطول أو العرض ونقدمها للطيور بتعليقها في الغفز بخصوص عدد مرة تقديم الخضر للطيور في مرحلة غيار الريش هي ثلاث مرات في الأسبوع حيث في كل مرة نقدم نوع معين وأيضا يمكن جمع كل هذه الأنواع بتحنها في الخلط الكهربائي وتقديمها للطيور مرتين في الأسبوع طبعا في الأنواع التي تم ذكرها يجب تقديمها في مرحلة غيار الريش لأنها تساعد الطيور على التخلص من الريش بسهولة مما يجعلها تخرج من مرحلة غيار الريش بسرعة متابعين الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم أتمنى أن تقدموا أنواع الخضر التي تم ذكرها في الفيديو لكي تبقى طيوركم بسحة جيدة وتمر من مرحلة غيار الريش بدون مشاكل نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد بإذن الله السلام عليكم اشتركوا في القناة